بناء على المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للإنعقاد وبحضور سعادة الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات ترأس سعادة سالم علي لمهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الأول للمجلس للفصل السنوي الثامن عشر واستهل الاجتماع بكلمة توجه من خلالها باسم آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة التي منحها للمجلس من خلال إعادة تشكيله وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على دعمه المستمر لعمل المجالس البلدية من جهته أكد رئيس دائرة شؤون البلديات المسؤولية الملقى على عاتق مديري بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة في تذليل العقبات التي تواجه المواطنين والمقيمة وأصدر المجلس البلدي لإمارة الشارقة قرارا بإعادة تشكيل اللجان في أول اجتماع له على أن يتم منح الأعضاء مهلة للتشاور لتسمية رؤساء اللجان وقد جرى خلال الاجتماع تكريم سعادة الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة